طب خليني أقول لحضراتكم مطشين الأهلي اللي جايين إن شاء الله هيتلعبوا على ملعب ساد القاهرة التلات بلدية المحلة المباراة هتكون الساعة 7 مساء على ملعب ساد القاهرة الجمعة هتكون المباراة يانج أفريكنز الساد القاهرة لكن الساعة السادسة مساء وبدأ من الفعل طرح التذاكر بتاعت مطش البلدية نتمنى إن شاء الله أنا لسه ما عنديش معلومة فيما يتعلق بالساعة اللي هيكون مسموح بحضرها في الساد القاهرة مباراة يانج أفريكنز لكن أعتقد أنه يعني بما أنه السقف عالي في الدوري أعتقد أنه طبيعي ومنطقي في مطشاط أفريقيا يبقى السقف أعلى شوية الكلام اللي تردد أو اللي اسمعناه أنه في حدود 30 ألف ولكن نتمنى كمان العدد يبقى أكبر من كتب محتاجين الحقيقة إحنا بنشوف شوفنا أم أفريقيا في كود ديفوار وشوفنا مطشاط للأهلي في الجزائر وغيرها محتاجين مدرجاتنا الحقيقة ترجع مرة تانية حياة طيب نبدأ بالأخبار خلينا نبدأ بالأخبار طبعا النهاردة عودة للتدريبات مرة تانية إن برح كان راحة بقرار من مستر مرس الكورر ويعني يمكن الخسارة الوحيدة اللي هتكون مؤثرة طبعا في مباراة البلدية أعتقد هتكون ياسر إبراهيم ياسر الحقيقة أقدم مستويات كويسة جدا بعد ما رجعنا في مطشين بتوع شبابلو الزداد ومطش بتاع كان واحد من النجوم المطشين الحقيقة سواء شبابلو الزداد أو سواء ميديامة الغين لكن طبعا هيخذ عن نهاردة مرة تانية الفحص طبي عشان يتم التأكد من طبيعة إصابة ياسر إبراهيم وطبعا أنت بتتكلم على أنه اللقاء الأهم بالنسبة لك طبعا كل اللقاءات مهمة يعني مطش البلدية مهمة جدا وصعبة جدا على فكرة مش عايز أعود أتكرر كل مباراة للأهل إنها مباراة صعبة لكن حقيقة هي مطشط صعبة مطشط صعبة لأنك أنت يعني يمكن بتعاني من ظروف كبيرة جدا ضدك أغلب الوقت مش إحساس بالمظلومية ولا هي نظرية المؤامرة ولا أنا بتاهم حد لكن هي ضريبة اتفرضت عليك بحكم أنك أنت فريق بيلعب على كل البطولات وبتشارك في عدد كبير جدا من المطشط في كل سيزن فبالتالي بدي عزر في وقت ملاقوات للجهاز الفني بدي عزر في وقت ملاقوات للعيبة لما ما بيظهروش من المستوى أنا عارف الجمهور بيستنى التسعين ديئة للأهل في كل مباراة عايز يشوف تابلو عايز يشوف تسعين ديئة ياخد فيها جرعة تصبروا لغاية لما يروح للمطش اللي بعده حبا في الأهل انتماءا ليه عشقا ليه والأهل متعة الأهل واحدة من أهم متعة الدنيا اللي احنا بنعيشها يعني والحقيقة هو دايما بيفرحنا بيفرحنا بيفرح الأهلوية وغير الأهلوية أنا عارف أنه ناس ما بتعلنش عن ده لكن هو فخر لكل المصريين الحقيقة بيشرف كل المصريين لكن في النهاية انت فتر التوقف قيمة إصابات رحلات سفر مرة جزائر مرة غانا يعني أعتقد أن الظروف دايما مش ضد الطيور لكن نتمنى زي ما أنا قلت المكاسب بتاعت ماتش ميديامة فيها مكاسب كتير جدا تقدر تبني عليها الفترة اللي جاي عبدالقادر كابتن عادل عبدالرحمن المبارح يعني أتمنى أنه يكون وصلت له الرسالة رجل آل شعر وأنا دايماً بتكلم على العبدالقادر الحقيقة أنه يستحق مكانة يعني موهبته اللي ربنا حباه بيها وادهاله وميزه بيها عن غيره يعني عبدالقادر فكهة اللعيب كرة اللي تحب تتفرج عليه دايماً اللعيب لما تلاقي الحداشر القايمة مش موجود فيها اسم عبدالقادر يعني بتقول ليه فهم يعني بتقول ليه عبدالقادر مش موجود فنتمنى أنه يشتغل إن شاء الله على نفس الفترة اللي جاية ونتمنى اهتمام من مرسل كولر ومن سامي أمصان كمان الحقيقة كابتن سامي أمصان وكابتن خالد بيبو يشتغلوا مع عبدالقادر عشان الحقيقة يرجع لمستوياته اللي نعرف عنه وعنده كمان يعني شوفه أفضل طوب فور موصل لها عبدالقادر في فترة من فترات أنا بشوف إنه عبدالقادر عنده فوقها كمان كتير نتمنى إن شاء الله يكون جاهز الفترة اللي جاي ريدا سليم ورقة من مكاسب الماطشين أفشة ورقة ربحة دايما بيستخدمها مرسل كولر ودايما عند حسن حسن الظن أخذوا بالكم أفشة لعيب كبير جدا وإسهماته مع الأهلي وسامي أبو علي هتكلم عليه طبعا النهاردة مع ديوفي في الحلقة يعني أنا بشوف إنه بداي مبشرة جدا لكن أفشة خذوا بالكم كمان الحقيقة مش عايز أقول جندي مجهول لأنه دايما حاضر في المناسبات الصعبة ودايما لما بتطلوبه بتلاقيه موجود لعيب تاني غيره أو عقلية تانية غير بعقلية أفشة ممكن في وقت كثيرة جدا تبقى صعب صعب لما تحتاجه وتلاقيه ليه؟ لأنه عارف قد إيه هو كان ليه دور مؤثر مع الجيل ده بشكل كبير وهو شخصيا ليه بصمات لا يمكن أبدا ننساها يعني لا يمكن أبدا تنساها مطشط صعبة وأهداف صعبة ومهمة لما بيلاقي نفسه دايما مش في الخير الأساسي غصبا عن أي حد ممكن ده يأثر على الحل المعنوية لكن أفشل حقيقة من الأوراق دايما أكرم وكريم الاثنين برضو أوراق مهمة جدا الفترة اللي جاي السيزن اللي جاي أو المطشط اللي جاي في السيزن هتكون محتاجين فيها كل أوراقك تقريبا كريستو الحمد والله تطميننا عليه النهاردة شارك في التدريبة زي ما حضراتكم شايفين عمر كمال زنفولي السؤال هنا في بلدية المحلة أو السؤال في المطشط المحلية طبعا أنت الاثنين مش مقاهدين أفريقين لكن الاثنين ورقتين مهمين جدا هتحتاجهم هتحتاجهم السؤال تديهم وتريح العناصر اللي هتلعب في أفريقيا مطش يانج أفريكس بالنسبة لك مش هقول تحصيل حاصر ما ينفعش هقول تحصيل حاصر لكنك هتخوضه هتخوش المطش ده بدون ضغوط كبيرة مطلوب منك تحقق مكسب لأنه ده طبيعي مطلوب منك تفوز لأن الأهل يانج أفريكس فريق كتير مطلوب منك تكسب لأنك بتلعب على أرضك وعلى جمهورك ويهمك في المقام الأول لأنك أنت تكون في صدارة المجموعة لكن السؤال مطش البلدية هل تبتدي يتدخل عناصر لزي عمر كمال وزنفولي وتريح مثلا شوبير وهاني هل ممكن تلعب عمر كمال في نص الملعب وتخليه بيلعب جنب محمد هاني كلها خيارات مطروحة قدام مارسل كولر معرفش رهان يكون فيها إزاي والسامة أبو علي أعتقد أنه مشاركته وإمكانته قليلة واللي أتيح ليه من فرص ما كانش كبير لتقييم إمكانياته كمهاجم صريح كمهاجم صندوق لكن أنا شفت لمساته جريته تحركاته بتقول أنه مبشر جدا خلينا نكتفي بكلمة مبشر اتفقت أنا وكابتر عدل على كلمة مبشر امبير ترجمة نانسي قنقر